موسيقى السلام عليكم أخوتي وشاركم لا باس بخير جينا ناضروا في الموضوع اللي البارح ذكرته في الفيديو وما هدرتوش قلت لكم باللي جيت راح نقول لكم بعد قلت لكم خلي ما نقول لكم بعد قلت لكم متوسوسوش مش شي حاجة كبيرة وادخلتو في التعليقات قلت لنا كيفش متوسوسوش عمي شام مهضر وشكاين بو مشي حاجة كبيرة كي ما قلت لكم مشي حاجة كبيرة وارك فهمت على العنوان تعال الفيديو فهمت على تصريحات تعجمال تعوز مقتلك تعجمال بالماضي على تصريحات حافي الدراجي اللي قال هاك هي كانت الموبارات تلعب وقال لك وسمعتها أولا نحكو على هذا الموضوع ونحكو تاني كالراشيد غازال ورح نحكو آخر الفيديو مدابية في آخر الفيديو ورح نحكي شي مهم مهم جدا على المنتخب الوطني ويعني استقرار المنتخب الوطني هذا شي مهم ليكم كتر من اللي رح نحكي يا دقة شوفوا نبدأ أولا براشيد غازال راشيد غازال بزاف جاتني كما قولوا أسئلة عليها شوفنا وشكاين عليها كاشا على الإصابة تعو الأخبار الإصابة تعوه شوفوا العلم عند الله أنا أخي على بالكم باللي دقة هو راهو في الزاير وتصاب في الزاير أو تصاب يعني فلافريك الجرائد اللي رح تنشر الخبر هادا رح تكون من هذه المنطقة أو صحفات الجزائرية ولا بالكم باللي أنا ما نعتمدش عليها نهائيا من كترة الإشاءات وتضرب برك وتركوا على بالكم ما قدرنا في هذا الموضوع فما ناخدش عليها ما نقدرش نجيب لك الوسمو الصحيح إلا إذا الطبيب الطبيب بتاع المنتخب الوطني يخرج بتصريح أو جمل بالماضي يخرج بتصريح بهذه القاضية ولكن والعلم عند الله ها والعلم عند الله في الإنستغرام لقيت واحد تعليق قال لي وسمو باللي الماناجر تعوه راهو قال باللي راهو مليح يعني راهو لا باس مشي غرف ولكن كما نقولوا يحتاج الرحاة والمباراة القادمة ما رح شي لعبها والعلم عند الله أسك صحيح ولا لا 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 سمعتها في التعليقات في الإنستغرام هكذا أخوتي ندخلوه في الموضوع التانية تحافي الدراجي اللي بالك وروماركيته يا الدراجي يا نصيدوا احنا يا قال لك باللي كاين واحد اللاعب اهدرت معاه واحنا على بالنا يعني باش نقول لكم علش أنها جات في راسي ففي المباراة جات في راسي ديرك ترييض محرز وأسك انتو متانيك جات في راسكم ديرك ترييض محرز خليتها في راسي ولكن ما كانش وقت باش ندير عليها فيديو قال بلي واحد اللاعبين تواصل معايا تواصل معايا وقال له بلي أنا يا كنت حاسب بلي المدرب يكرهني دو نجيكم للتفاصيل كنت حاسب بلي المدرب يكرهني ولكن عرفت بلي المهارات وحدها ما تكفيش هذا كنت ناقص وقال تاكتيكيا ولا ملاباليش يعني في هذه الناحية تحسنت بزاف وهذا هو أنا اللي كنت حاسب بلي المدرب كان يكرهني هنه وبعد وش قال حافي الدراجي قال بلى بلا ما ندكر الاسم قال ما ندكرش الاسم مايه قال باش مبحرها لكم ما تعرفو شكون قالك عنده عامين ولا تلت سنين من اللي انتاقل النادي يعني كانت سفقت تاو عندها عامين ولا تلت سنين هنح حافي الدراجي كي قال هاد الكلمة بدت عامين ولا تلت سنين هنح بيقول لكم يعني قلت رياض محرز مشي بشتبعد انتقربت المعلومة يعني انتاز تقربت المعلومات كعطيت التواريخ لانا رياض محرز عنده عامين ولا تلت سنين من اللي بمضال عقدتها ومعها واسمه مع مونشيستر سيتي يعني نفس المدة اللي قلتها انتا بين العامين والتلت سنين انا رياض محرز راهو في هذيك المدة عنده عامين وزيادة راهو قريب بالك يقفل لعام الثالث وممكن راهو يقفل لعام الثالث هذي اول انتا قلتها باش نعرفه باللي محرز على بانا باللي انتا عندك علاقة جيدة مع رياض محرز وعلى بانا باللي انتا رياض محرز يشتيك وشته في واحدة تعليقات تهضر عليك يعني هذي اولا ثانيا اي لاعف المنتخب الجزائري اللي كان حسب اللي المدرب يكرهو ما كانش يعني كان حاس يعني كي تقول كان حاس او كان كان يفكر غالط انه المدرب بتأو يكرهو كي تشوفها وانتا تخممها اه شكون زع ما باريكزومبون قولوا على سليماني في في ليستر هو وراح وخلاهم يكرهو يعني هو على باله هو بدل خرج من عندهم قاع نهائيا يعني مش سليماني يعني اللي رك تقصد عليه اللي ما زرهو مع المدرب هذيك وش كل ما زرهو مع المدرب هذيك ولي يعانى مع المدرب والجماهي الجزائرية قاع انتا قدت المدرب وسبت المدرب وكذا فهو رياض محرز اللي عنده أيلم صلة للسلم اللي الي انتقل فهو ده رياض محرز اللي عنده المهارات وكان دي الرشق في للبه ediyor هو رياض محرز هنا المقصود الثاقة كان بقدم كان قلت رياض محرز وخلاص على كل إحال والعلم عند الله هو لكن نجو نحكوه في الموضوع وهو راهو يقصد رياض محرز العلم عند الله نديروها من ناحية ان هو راهو يقصد رياض محرز رياض محرز يعني هو اللاعب الدات وحنا احنا كجماهير كنا نقوله بلي بيب كورديو انا ما كنتش نقول بلي يكره واش حال مختار كنت نقول لكم يحبوا هو اللي جابو واش عندك العصابة هي اللي لعبت اللعبها وعلى بلكم القصة بالفيديوات قا عراه يمطرق على هذا الموضوع قلت بيب كورديو لكي جاب رياض محرز كان يحبوا عجبوا وعجب اللعب بتاعه فشراه هو اللي ضمنده وجرى موراه عام اللي يسترمح بتشتبعه زاد سن حتى المرقات اللي مورها وجابه يعني انسان حبه وعجبه ولكن بقات امور واحد اخرى امور واحد اخرى العصابة وزيد الاستمرارية ودخلنا في الموضوع الاشهر القليلة هذه الماضية في الاستمرارية فانتا كي تشوف اللاعب نفسه كان حاس باللي بيب كورديو لا يكره كان حاس باللي المدرب يكره وبعد قال لك لا تسمم مع الاخير عرفت باللي ما يكرهنيش هو من الول ما كانش يكرهك انا قلت هو لكن العصابة هي اللي كانت تكرهك هو ما اللي كانوا يضغطوا وعجبوا على بالك وبدأت معادي كيفين دي بور وبيب كورديو رارا وصلح المجموعة واش عندك يا رياض محرز الحب تاع المدرب هو بالعمل الحب تاع المدرب هو بالعمل ونعطيك مشي نعطيك نصائح نهضر مع اخوتي نور مرة نقصر مع اخوتي الحب تاع المدرب للعب بالآداء يعني انت اليومار والآداء التاعك راهو طالع بيب وارد ولا حبك غدوة من غدوة الآداء التاعك ينقص مباراة 2-3-4-5 مبارايات يجيب واحد دخل يقدمك اكتر منك وبعد تولي تشدد دكت البودلة لأن في هذه المدة انت تكون تغايب واحد الاقتر منك فمشي ما انت حبك يعني رح يحبك او كرهاك رح يكرهاك هنا للقاضية انه تعود لك انتا كما قولوا الكورة راهي فير جليك الكورة راهي فير جليك الاستمرارية والاستمرارية والاستمرارية الآداء العالي والاستمرارية هو ما يخلوا اللاعبين يحبوك وقلتها لك قلتها لك دي خطرة وقلتها حتى لا سعيد بالرحمة قلت يخلي حتى الجماهير تدافع عليك ضد المدرب اذا المدرب حبيه حقرك هكذا ولا لا 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 فعليك غير تستمر وهادى النقطة اللي قلت ننصح فيها رياض محرس أو نتكلم معاكم أخوتي اللاعب مش يعيب مرة على مرة يروح للمدرب بتاعه باش كما قولوا يقول للمدرب يروح كوتش يدخل له للبيرو كده منه كوتش حبيت نهضر معاك في موضوع يخصني أنا تريح معاه قال كوتش أنا يا كما قولوا أعطيني عيوبي باش نحاول نصلح وموش الحاجة اللي رك تشوف فيها سلبية عادي تهضر مع المدرب بتاعك عادي تهضر مع المعلم بتاعك باش يعلمك عادي يعني وزيد تكسب الاحترام بتاعه وكي تروح لها كده يقول لك هذا اللاعب رأو حايبي يتطور فهمت يعني هذا اللاعب رأو حايبي يتطور تروح ليه تقولوا أعطيني السلبية التاعي اللي رك تشوف فيها سلبيات باش نحاول نحسن فيهم يعطيك النيقاط وانتح حاول حسن في هذوق النيقاط يعني هنا يباش كما قولوا حتى المدربي ولي حبك يقول لك هذا اللاعب رأو حايبي يخدم رأو حايبي يخدم روحه رأو حايبي يتطور الله حايف يحوس على سلبية التعو باش يفيد الفارق باش يفيد الكلوب باش يفيد راكو شايفين هادي حاجة مليحة الرياض محرز هاكده خوتي هذا هو موضوعنا تعريض محرز الاستمرارية والآداء العالي هو اللي يخلي المدرب يحبك ويخلي الجماهير يحبك ويخلي الجماهير يدفع عليك هاكده نجو في الموضوع التاني الموضوع التاني هو لبلكم بللي يضرب الاستقرار على المنتخب الوطنة أنا حكيت مع أصحابي مع عبد القادر مع خير الدين كده منها حكيت في مواده قلت لهم مادام بدأ لعطاك على جمال البلماضي بهذه الاشاعات ما رحش تحبس واي تغرار حيستغلوها وانا كنت على بالي قلت لكم بالليل اندي ديلور كيدا كي خرجت القائمة وش قلت لكم في الفيديو درت لكم القائمة يلك القائمة قلت لكم بغياب اندي ديلور قلت لكم بسرعوش وما تسائلوش لانخلوا حتى بلماضي اخر تصريحات قلت ما تغتنموش هاد الفرصة باش تبدأوا او كيفا شو ما كي عليك لان على بالي بللي هاد اللي رهم ضد جمال البلماضي وحابين يطيروه رهم يحوسوا على تغارات فهاد التغارات حبيت نقول الخوتي معني كي الناس بزاف لازم نفرقوا بين رياض محرز كي الناس عبك رسيح بس على كل حال ولكن كي تبدأ تضلوا هاد الامور يبدأ شغل زعماره ويدافع على رياض محرز شغل كونكوا بلين تارك ضد رياض محرز حبيت نقول درتها في الانستغرام ودرتها تانيك في اسمه في البوص هنا في المنتدى رياض محرز له دور كبير باش جبنا للاكوب ضافريك ولكن المنتخب الجزائري كما قولون حاولوا انه ما نطيحوش من قيمته يعني جاء اسماعين بن ناصر ساهم بيقوة باش ادينا للاكوب ضافريك جيتشوف انتباريزم حتى بونجاح ساهم بيقوة الهدف الاخير تعال فينا لشكون بونجاح فهنايا لازم نفرقوا بينا رياض محرز كي يكون مع مونشيستر سيتي مونشيستر سيتي ما رايش تعنا انا كيراني نهضر هكذا راني نهضر للوحدة للمنتخب راني نهضر مش قضية رياض محرز ولا راني نهضر على منتخب احنا هنايا هذا منتخب التاني مونشيستر سيتي ما رايش تعنا ركزوا بزاف على رياض محرز وي ركزوا في المنتخب تانيك على رياض محرز ولكن نحاولوا أنه منهينوش بعض اللاعبين يعني نحاولوا أنه منطيحوش من قيمة بعض اللاعبين اللي راهم يقدموا انت تشوف غازل كان اللي قال لي انت تشوف غازل فيه ماتش واحد أنا مشتوش فيه ماتش واحد غازل راهو دائر حالة فيه بشيكتاش يعني بيكون صراحة ولكن ما قولوش ماتش ولكن اكتشوف سيد تبليسة التبليسة راح يسترجع الكورة تبليسة كس الرجل وكاي لاعبين فغولي الدم يسين لاعبين بزاف ساهموا في المنتخب الوطني فلازم تانيك نعطوه لهم قيمتهم ما نقعدوش مركزين على رياض محرز أنا نسمع بعض التعليقات يقول لك رياض محرز هو بابها في المنتخب الوطني وما يكونش رياض محرز يعني كأنك را تقول لللاعبين قاعدوز فيكم ورياض محرز هو هو المنتخب نو يا أخوتي هذه هي اللي حبيت نقول لكم ما تتبعوش بعض تاك 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 رم يستغلوا أي تغارة باش يضربوا استقرار للمنتخب للمنتخب نحميه وحنا كشعب جزائري نحميه كليا حتى ببلمادي رياض محرز اللي رانا نهضروا عليه وبعض اللاعبين فغولي وكذا بلا جمال بلمادي لأبوشحان ملاكو بدافريق وخرجوا من الدور الأول هنا باش تشب اللي القيمة الكبيرة تا جمال بلمادي جمال بلمادي هو اللي جاب لافريق واسمه هو اللي جاب لاكو بدافريق بالأشبال تاعو كليا وكلهم كان عندهم دور برياض محرز اللي نحبوها الزيادة عن لوزن ترح تسقسي أي لاعب في المنتخب الوطني يقول لك نحب رياض محرز تسقسيها رياض محرز مدابيك يلعب اليوم يقول لك مدابية يلعب يفتح للمساحات المراوغات وينشطني كينشوف رياض محرز ينشطني وهدي اللي حبيت نقول باللي مش قضية كينقوله لازم نحتوي والمنتخب أنه نور رياض محرز النور هذا منتخب نفرقه بين المنتخب ومونشستر سيتي نحاوله في هذا المدة أنه نحويه المنتخب ونحميه كليا ما خلوه حتى تغرى للأعداء باش كما يقوله يدخلوا في الناميمة ويبدوا يبتوا في الناميمة هذا ما كان خوتي ما طبوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام اشتركوا في القناة